استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقرير المتابعة الثانية للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطنية حتى منتصف مارس الجاري وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماما بالغا من جانب الرئيس عبدالفتح السيسي في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التواصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطعات مشيرا إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطنية يتصق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنية وضف مدبولي أنه في إطار أليات متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنية فقد أتم تفعيل مجموعة تنسقية مشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومسؤولي الحوار الوطنية وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني في محاوره المختلفة مؤكدا أنه سيطابع عمل اللجنة وسيلتقي بهم قريبا